اللهم رب شرح صدورنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وفرج قروبنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظنا عن أيماننا وعن يسارنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين احفظنا يا أكرم الأكرمين من الوباء والبلاء وسيء الأسقام اللهم يا ربنا صل وسلم على سيدنا محمد ونور قلوبنا بسنته وأحينا على ملته اللهم آمين 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 في العصر الحديث عرف عنه نبزه للتعصب والتشدد والغلو باسم الدين فانشق عن جماعة الإخوان كذلك كان مناصرا قويا للمرأة والقضايا المرأة في الكثير من الموضوعات ومثمنا لدورها في بناء المجتمع هو فضيلة الشيخ محمد الغزالي في مصر أرض المجددين يتمثل محور التجديد عند الشيخ محمد الغزالي في الاهتمام بالفكر الإسلامي وبالدعوة الإسلامية وبإدراك الواقع والتفاعل معه كما يتمثل في الاهتمام البليغ باللغة العربية اهتم بقضايا المرأة وبتوسيع دائرة تعليمها وبفتح المجال لإسهاماتها في مناهج العمل والعلم وفي الإصلاح الاجتماعي رحم الله الشيخ محمد الغزالي السقى رحمة واسعة فلدكتور علي جمع أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكم أهلا بكم فلدكتور لو اتكلمنا عن الإمام محمد الغزالي وتكلمنا عن مفتاح مشروع التجديد يا طرح يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فضيلة الشيخ محمد الغزالي ابن أحمد السقى سماه أبوه بهذا الاسم وهو على فكرة من موليد 1917 وفي هذه السنة ولد كثير من الأعلام ومن المفكرين ومن الأتقياء والأنقياء في 1917 قبل نهاية الحرب العالمية بالسنة أبوه رأى رؤية أن يسميه بالغزالي فسمىه محمد الغزالي وكان رجلا من الصالحين أبوه رحمه الله تعالى ورحمهم الله وألحقنا بهم على الإيمان وكمال الإسلام ولد 17 وحفظ القرآن وذهب إلى المعهد ونال وهم كانوا يسكنون يعني قريبا من الأسكندري الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان محبا للعلم كان أحكي لي أنه بعد ما تخرج وأخذ العالمية والمفروض أنه يبدأ وأشرع في تبليغ الناس عين في وزارة الأوقاف إماما وخطيبا لمسجد السبع بنات الموجود ما بين شارع الأزهر وشارع بورسعيد فكان له غرفة في هذا المسجد فينظر فيجد مولانا سيدنا الشيخ عبد الفتاح العناني وكان من كبار 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 العلماء في المعقول والمنقول كان يدرس المنطق ويدرس الأصول ويدرس اللغة ويدرس الفقه ويدرس علم الكلام كان علامة كبيرة عبد الفتاح العناني دهو فكان يبص من الشباكي ده الشيخ عرفة فتاح جاي كده من قبل الأزهر فيخرج له ويمسك فيه ويقول له تعالى يشرب شاي بذعوه ويدخلوا الغرفة ويقفل عليه ويقول له لا أتركك حتى تعلمني ده وهو متخرج ومتوظف ويبدأ الشيخ يقرأ معه الكتب وشوف سماحة الشيخ أنه أحد كأنه بيعبوض عليه من البداية رايح مشواري لأحد يقوله عليه فيجلس ويفعل معه هذا الأمر دعونا كلهم كده فالشيخ الغزالي تكون تكوينا علميا صحيحا وهذا أثر في مشروعه التجديدي كيف أثر ذلك هو مشروعه التجديدي يمكن أن نقول إن مفتاحه أو محوره هو إدراك الواقع إدراكا صحيحا للتعامل معه إدراك الواقع هو مفتاح مشروعه التجديدي مشروعه مبني على إدراك الواقع إدراكا صحيحا لأن ممكن الواحد لا يدرك الواقع أو يدركه إدراكا خاطئا اللي لا يدرك الواقع ده جهل بسيط لكن الذي يدرك الواقع إدراكا مخالفا له يبقى ده جهل مركب لكن على كل حال إدراك الواقع كان هو همه الذي يريد أن يوصله للناس وبناء عليه نتعامل مع هذا الواقع إن كان خيران قبلناه وإن كان غير ذلك غيرناه آجل القضية وهي قضية عدم قبول الواقع بما فيه من خطأ وخير وشر وصحيح وكذا لا إحنا هندرك الواقع إدراكا صحيحا ثم بعد ذلك نتعامل معه كيف نتعامل؟ نقبل الخير ونترك الشر لما جه الغزالي في رحمه الله تعالى في بداية حياته انبهر بشخصية حسن البنة ولكن هل الشيخ الغزالي كان يعني انضم أو للجماعة في فترة من الفترات ثم ترغم؟ آي كان في مكتب الإرشاد لكنه اكتشف الحال اكتشف أن هناك جهاز خاص يقتل الناس اكتشف وهو كتب هذا أنه هو والشيخ سيد سابق ماشيين وبعدين لقوا واحد فقالوا له أنتوا جماعة المسلمين ولا جماعة من المسلمين فقالوا له لا احنا جماعة المسلمين وده معناه اللي ما هواش إخوان يبقى كافر ولما دخل في عهد المأثورات ما كانش الأمر كده كان أمر تربية خدمة للمجتمع والناس جمعية خيرية بتؤدي واجبها إذا المجتمع لكن تيجي قريب لي بقى وتعمل لي نظام خاص تشيل فيه السلاح وتدرب على السلاح بدعوة أنك ستحاسب المجتمع وأنك تدخل مجال السياسة من طريق العنف تحولت انت البعيد إلى إرهابي يعني بدل ما كنت رجلا صالحا أصبحت رجلا إرهابي هذا اللي حصل مع الإخوان فكمان زادت الطين بلا أنه هو اعترض على حسن الهضيبي وكذا إلى آخره ووصفه بأوصاف كبيرة مشروعه كان إدراك الواقع أنا أريد أن أعرف الحقيقة أعرف الحقيقة إزاي البحث عن الحقيقة يجيب الشيخ العناني ويدخله ويخليه يدرسله من جديد حتى يكون على وعي تام بأدوات المنطق وبعلم الكلام وبعلم الحديث وبعلم الفقه والأصول فيصبح قادرا على الفاهم مصبت ترتيب الزهن في فاهم النص بيرتب الزهن في إدراك الواقع أكيد هنعمل إيه بقى؟ هو ليه حوالي بتاع 57 مؤلف لما تيجي تقرأ في المؤلفات دي كلها تجد أنه يغير رأيها نعم طيب أستاذا حضرتك نشوف بعد الفاصل إزاي في هذه المؤلفات كان فيه إدراك ثم إدراك مغير للواقع إن كان هذا الأمر يعني فيه محاولة للتطوير إدراك الواقع محاولة للتطوير إدراك الواقع بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا هنا قرية نكل العنب بمحافظة البحيرة فأنت في جوار منزل الإمام محمد الغزاني أحد أشهر دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث نشأ في هذه القرية وحافظ القرآن الكريم في كتاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم على عشر سنوات وكان يدرب نفسه على القراءة دائما قبل النوم يقرأ الأجزاء الإمام محمد الغزاني هو مصدر عزة وفخر لأهل القرية التي قدمت لمصر والعالم العربي والإسلامي نموذجا فريدا من أصحاب مشاريع التجديد الإسلامي الذي أنار الدنيا علما كانت من الناس بسيدي بقى يقعدوا معايا يجوم محاضرة وكان يعني له بهجة كدة في مجيتهم على الجهة المقابلة للمنزل يوجد مسجد صغير يسمى مسجد السيدة خيرا هذا المكان الطاهر كان مقصد الإمام ومسكنه للتعبد والمذاكرة ونشر العلم فضيلة الدكتور علي جمعة أهلا بحضرتك مرة أخرى أهلا وسهلا بكم الحديث مستمر حول سيرة الشيخ محمد الغزالي ومشروعه التجديدي حركة فضلت قبل الفاصل وقلت إن حصل شكل من أشكال تطوير إدراك الواقع في عدد من المواقف الملاحظ على كتبات الشيخ واختياراته وتطبيقاته أنه اختلف بعدما خرج إلى السفر يعني هو كان في مصر ما بيسافرش كتير لكن لما سافر إلى السعودية وسافر إلى الجزائر وسافر إلى أمريكا وسافر إلى ماليزيا وسافر وراء الناس هو رجل صادق هو رجل من أهل القرآن هو رجل مخلص وصافي ففي هذا الصفاء والأزهرية الموجودة المتشبع بيها وحفظه لكتاب الله وتلاوته أناء الليل وأطراف النهار وتأمله كل هذه الأشياء جعلته يعتل هم المسلمين ويعتل هم الدعوة إلى الإسلام فلما الواحد بيسافر بيشوف حاجات عجيبة جريبة تانية طب ودي تتحل إزاي فبيغير رأيه ما بيصممش أنه لا أنا رأي كده لا هو رأيه مندرج لخدمة الإسلام فلما يشوف أنه الرأي ده مش بيخدم الإسلام على حاجة هو كان في ظنه أنه هو بيخدم الإسلام لكن اللي بيخدم الإسلام حاجة تانية بيروح له على طول ومبوشرة ومن غير عناء ولا تفكير فلما صافر واحتكى ورأى وفاهم وعرضت عليه المشكلات لا غير يعني لما تقرى من هنا نعلم الذي كان يرد به على خالد محمد خالد ولما تقرى بعد ذلك السنة ما بين أهل السنة وأهل الفقه وأهل الحديث لا مشرب مختلف نتج من إيه إيه لي خليه المشرب كده مختلف أنه أدرك الواقع بطريقة أعمق هل ده يوضح موقفه مثلاً من الموسيقى ومن الاستماع للأغاني أو الغناء ومن المرأة وإنظاف المرأة ويعطاها حقوقها بعضها وبعضها الطبقة بتاع مشايخ الشيخ الغزالي اللي هو الشيخ عبد الفتاح العناني والشيخ بولمجد والشيخ الجبالي والشيخ عبد مجيد اللبان اللي هما المشايخ الأسخدزة بتوع الشيخ الشناوي الشيخ الأزم الناس دي كان ليهم موقف من الموسيقى ومن الغناء فقهي محترم وأنه صوت قبيحه وقبيح وحسنه وحسن فإذن إحنا في النقطة دي نقطة حكاية المرأة هو نشأ فيه بيئة علمية بتحترم المرأة النقطة بتاعة الموسيقى والغناء وكذا إلى آخره واضحة عنده الأذر من قديم ما مشكد ففيه حاجات تغيرت وفيه حاجات لا هي كانت البيئة العلمية الرصينة كانت هكذا طيب إيه سبب أن بعض من أراء الشيخ الغزالي رحمة الله عليه ومنطقه في التجديد وإدراك الواقع وتطوير إدراك الواقع ليه على الرغم من ده نجد أن بعض الطيارات السلفية ترفض بعض من أراءه ونرى المعسكر الآخر يعني ما يسمى بالعلماني أو الطيار المدني برضو يرفض بعض من أراءه الموقف من الطراث هؤلاء الناس عندهم موقف من الطراث إما أن يكون مقدسا ملتزما لا يريد أن يغادر أي فهم للطراث له يعني أنت لو خلفتني في أي فهم لي يبقى إحنا عداء هذا التشدد والتطرف في الفهم في جهة والتشدد الآخر في جهة أخرى هو أنه لا يريد الاعتماد على الطراث ويريد تدميره وحرقه ورميه في البحر دي جهة تانية ده متطرف وده متطرف ده بنسميه نصي يريده نصي أيه كمان ده مش نصي وبس ده نصي ذاتي يعني اللي أنا فهمه من النص لأن النص أنا فهمه بطريقة تانية قال يقول ليش دعوه بطريقة؟ قال ليه يا دعوة بالسلف الصالح قلتوا طب ما أنا السلف الصالح أنا معتقد اللي أعتقده البخاري والشافعي وكذا قال يقول ليش دعوه الجماعة دول ده ليه دعوه بالسلف وما دول كانوا سلف ايه؟ شغل مرهق 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 حكاية الوقوف عند النص تقديسه عدم تجاوزه فيما هو فهمه لا فيما يمكن أن يفهم منه والتاني بيقول لي لا عايزين نحرقه ونرميه البحر لما فيش نص أساسا واخد بالك ما فيش نص أساسا فلما بيه واحد زي فضلت الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بيقول لا إيه ده ده الترس ده كله كنوز لكننا لا نقف عند مسائله ونتجاوز ذلك ونأخذ بمناهجه وكل ذلك ابتقاء شيء واحد في مشروع التجديدي وهو إدراك الواقع اللي نتعامل معه فإن كان خيرا أقررناه وإن كان شرا رفضناه التاني ده عايز يروح كأنه في كهف في الجبل ويقعد اللي هو عايز يحبس النص في زمن الماضي لا لكل المسلمين أجمعوا أن النص يصلح لكل الزمان ومكان حتى هو نفسه المتكلم مجمع أيضا معنا أنه يصلح لكل الزمان ومكان طب نعمل إيه بقى فهمك مخالف للواقع أن نغير الواقع نقفل ونغير مفيش داعي للسياحة ديه الله الغني ونجدره تعليم البنات لنزومه إيه إذن هو يعني بيفكر بطريقة هتقول بنا إلى أنه يا ابني مستحيل على فكرة أن أنت تأمنه كده يبقى ده صالح لكل الزمان ومكانه ده استحيل ما يفهمش بقى كده يقول يعني عايزين إيه عايزين أفرض في ديني لا يا حبيبي دينك ده اللي أنت فهمه ده فهم خطأ وقاصر وفيه فهم آخر يحقق تلك القاعدة اللي أنت متفق معانا فيها وهو أن هذا الدين إنما هو للعالمين وأن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان ولكل شخص وحال اللي أنت بتقوله أنت بتنقضه فالإمام الغزالي مشروعه المفتحه المحوره التعامل مع الإدراك الواقع للتعامل معه قبولا وتغييرا هو ده المفتاح اللي هو اشتغل عليه اقرأ بقى السبع وخمسين كتاب بتوعه تجدهم هكذا كله بيدعو الناس إلى أن تفهم كله بيدعو الناس إلى أن تتمسك كله بيدعو الناس إلى أن يكون فهمها رحيما أن يكون فهمها طبقا للمنظومة الأخلاقية أن يكون ده مرة بيقول إيه في كتاب له أن الإمام الغزالي الكبير ألف كتابا اسمه الجام العوام وودته لو أني ألفته كتابا على طريقته اسمه الجام الرعاع الجام الرعاع والأغمار عن التصدر للفتوى وشتم الكبار لحول القاضي بالله ومال لو كان عايش معنا في فترة قريبة الكتاب ده ما هو ما ألفوش وكان يتمنى كان يتمنى بالظبط ديك هتقلق الجام العوام عن علم الكلام لأنهم هايلخبطوا الجام الرعاع والأغمار ده بص العنوان ومال لو كان الكتاب كان يبقى جواي كنا هنبقى في وضعية تاني فإذا هو يريد مشروعا وهو جدد فعلا هذا الأسلوب الذي كتب به نقل هذا الدين هذه الخطابة التي خطبها في الأماكن المختلفة وخاصة عندما كان في عمر بن العاص خطيبا وهذه الطريقة التي فعلها وهو مدير الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف لهذه الشؤون لا جديدة جديدة وتمثل مدرسة تقلد وتتخذ نموذجا لتكررها ولشيوها أنا شكر لفضلتك جزيلا شكر لفضلت الشيخ الدكتور عليكم شكرا جزيلا لحضركم أهلا وسهلا لكم شكرا جزيلا لحضركم شكرا جزيلا لحضركم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة كشف أسرار البيوت خاصة على السوشيال ميديا والتي انتشرت في الفترة الأخيرة فكشف الزوج أو الزوجة أسرار بيتهما وتفاصيل حياتهما في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي ويزيد الطين بله أن يكون ذلك لتحقيق بعض الأرباح هذا حرام شرعا أما من الناحية الاجتماعية فهو نوع من أنواع الفجور بل ونوع من أنواع التفلد غير المحمود أترك هذا السلوك لوجه الله يا رب أعني على إقامة الصلاة واهدي الناس إلى الحفاظ عليها يا رب حتى يدخلوا في دائرة رضاك إننا لا نهدي من أحببنا فاهدي أنت من أحببت يا رب نسألك سواء السبيل موسيقى موسيقى